والحقيقة الكلام اللي أنا قلت مبارح رغم أهلوياتي المعلنة والمعروفة عند الجميع فاجأ الزمالكوية ولقيت ردود أفعال سواء من أصدقاء الزمالكوية وحتى مجلس دارة نادي الزمالك اللي تواصلوا معايا وكمان صفحات جماهير الزمالك اللي على السوشال ميديا ان هما فجأوا مفاجأة سارة جدا بالكلام اللي أنا قلت والحقيقة أنا في رأيي ان هذه ليست مفاجأة لانه الواحد آه صحيح منتمي واي شخص على فكرة منتمي اوعى تصدقوا حد يقولك أنا زمهلاوي ولا أنا مليش انتماء مفيش كلام من ده يعني هذا كلام إعلاميا حتى عفى عليه الزمن لما كان بيطلع الناس يقولك أنا مليش انتماء ومليش لون وأنا محايد وكذا الحياد يبقى في النهاية في الطرح الموضوعي الحياد أماراته في الطرح الموضوعي إن أنا أقول لكم إن أنا أهلاوي إنتوا عارفين إن أنا أهلاوي بس لما أجعل تحيزي وانتمائي يضغى على الإنصاف والعدالة أو هذا رأيي على الأقل فلما الزمالك أجاد ولما الزمالك استقر ولما الزمالك بقى فيه روح ولما الزمالك فعل كل شيء صح قبل المباراة وأثناءها أنصفناه وقلت كلام أنا مقتنع به مية في المية وممكن أردده النهاردة وبكرة طالما بقي الوضع على ما هو عليه أما عن حال الزمالك السابق فما كانش ينفع نطلع نمدحه ما كانش ينفع نطلع نقول والله الزمالك عظيم ورائع وكذا وهو كان كل أخطاء سواء إدارية أو فنية أو حتى على مستوى المنافسة والروح وما إلى ذلك خلاصة القول أن مباراة السوبر هي درس لكل الفريقين يعني أنا في رأيي أنه ممكن المباراة دي تبقى بلا مهزوم رغم أن اللقب ذهب للقرعة البيضاء لكن ممكن جدا يبقى الفريقين كسبنين لو الاثنين وعوا الدرس إيه الدرس الزمالكاوي وإيه الدرس الأهلاوي نبدأ بالفائز صاحب اللقب الدرس الزمالكاوي لو الزمالك مجلس إدارته ولاعبي ظنوا أن ما فعلوا يوم الجمعة هو السقف هو قمة الإنجاز هو بطولة البطولات لا فائدة ستعود ريمة إلى عادتها القديمة وسيعود الزمالك إلى المطباط اللي كان بيحبط بها جماهيون يجب أن لعبت الزمالك يغلقوا الصفحة ويعتبروا أنه النادي الزمالك كان عظيم ونادي كبير طبيعي أنه يكسب البطولات وطبيعي أنه يكسب الأهلي والأهلي يكسبوا هذه هي الكرة التي تذهب وتأتي بين الفريقين فبالتالي مش قمة الإعجاز الكرة واللي حصل يوم الجمعة لو حس الزمالك ومجلس دردته ولاعبيه كده لا فائدة ويقولوا على باقي الموسم يا رحمان يا رحيم بالنسبة للزمالك أما لو أغلق الصفحة وشعر أنه مفعله عادي وأنه ده خطوة واحدة في مشوار طويل جدا جدا لاستعادة أمجاد الزمالك والمنافسة على الألقاب وإسعاد جماهيره هنا هيكون السوبر ده في منتهى الأهمية وهو قبلة الحياة لمنافسات الزمالك وألقابه في المواسم القادمة سواء المحلية أو القرية أما الدرس الأهلاوي فيبدو يبدو أن بدايته وعاها مجلس الإدارة ودي ميزة من مؤسسات ميزة من مزايا مؤسسة الأهلي التي تعمل بشكل جماعي وإداري سليم الهزيمة يوم الجمعة كانت صعبة كابوة تقيلة صدمت الجماهير وصدمت مجلس الإدارة واللاعبين وكمان كانت صعبة على مستوى الأداء يعني الأهلي لم يؤدي لعبت الأهلي لم يصلوا إلى ملعب المملكة أرينا ومع ذلك بعد المباراة سمعته أي تصريح من مجلس دارة النادي الأهلي سمعته أي كلام يهد أو يشوه أو يلوم حد أو ينتقد حد سمعته أي حد بيدرب كرسي في الكلوب بالمثل الشعبي المصري المعروف سمعته أي لخبطة أي تخوين أي لا أستنى قلت لا أسلمين اللي غلطان ولا حاجة مجلس يعمل في صمت اجتمع الخطيب إمبارح رئيس مجلس الإدارة مع لجنة التخطيط وبحثوا أسباب الهزيمة ووضعوا توصيات وحيعملوا على تنفذها والكل يعمل في صمت والتدريبات هترجع أعتقد بكرة ولا بعده وكأن شاء لم يكن لأن لدينا بطولات أخرى والأهلي لا يبكي أبدا على اللبن المسكوب فيبدو أن الأهلي وعد درس وسيأخذ من هذه الكبوة انطلاقة لاستكمال الأمجاد في النهاية أنا كمواطن مصري قبل ما أكون أهلاوي ولا زمالكاوي أنا سعيد للكرة المصرية أنا سعيد للكرة المصرية رغم أهلويتي بس أنا لا ما أكون سعيدا باكتساحي الأهلي وعدم منافسة أي أحد له لأن دي مش كرة ما ينفعش أخش المطشاط وأنا ضامن لأنني أحكسب مفيش روح مفيش شغف مفيش passion مفيش فضول مفيش حاج خالص لكن أن يعود الزمالك وتصبح المنافسة من تشعارف رايح المين هذه هي قمة الإثارة والمتعة في كرة القدم وكل يغني وقتها على ليلى وعلى النادي الذي ينتمي ويشجع ترجمة نانسي قنقر